إذاً أنت متوقع أديه في السنة المالية الجاية؟ يعني منذ بدأنا الإصلاحات؟ خليني أقول لحضرتك إديها سنة وقل لي حتى عندك مستدفة أديه حقول لحضرتك يعني أهنا أهنا حقرنها لك بالاربع بالربع مثلا فإحنا الرابع بتاع الـ 21 يمكن أنا أدتهالكم الرابع بتاع الـ 21 جالنا 22 أوكي الرابع بتاع الـ 22 الرابع الأول بتاع الـ 21 22 من 10 الرابع الأول 22-23 جالنا 23 وستة من 10 بزيادة 52 في المائة فلو قرنت ربع بربع ربع يعني من أول 1-7 1-7 لحد آخر سبتمبر خلاص فمقارنة بسنة اللي قابليها أنا زيت 52 في المائة في ظل بيئة العمل حقي بتكلم عليه فأنا لو حسنتها فأنا متوقع على من كده بكتير طيب بس في نفس الوقت أنا عندي تحدي آخر إن أنا عشان أجد بالدولار نفسه ييجي هنا هوت وما خلوش يروح أمريكا لأنه ده اللي بيحصل دلوقتي هو بيحصل بالذات في الاستثمارات في أدوات الدين هو بروح كده ده قصة تانية هل أنتوا هنا حاسبين للإستثمار في أدوات الدين؟ ولا ده استثمار مباشر بس؟ لا 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 ده استثمار مباشر فقط استثمار مباشر حددك يعني إما بتيجي فريش ماني جاية من بره يأما في زيادة في رأس المال في الشركة ده وأنا بزود رأس المال ورأس المال اللي بيزيد ده بيجي من مصادر خارجية يأما الأرباح بتاعت الشركة أرباح الشركة اللي حصلت السنة اللي فاتت بدل ما تتحول إلى أرباح معزعة وتتطلع بره قعد استثمارها فأنا بعتبره أنه أكنه دولار دخل بدل ما يخرج هو فضل قعد في البلد وبقيمه بسعره لأنه هو البديل أن أنا أخذ الجين المصري أقلبه إلى دولار وطلع بره البلد طيب عشان بس ما أدهاش على الناس لا أنا بس أوضحها دي لأنه دي مهمة إذن أنتوا مستهدفين كان بقى مثلا العام المالي المقبل يعني العام المالي المقبل كان في حدود الخمستاشر طبعا إحنا هنخفضه نتيجة اللي بيحصل في أمريكا مش اللي عندنا نتيجة اللي بيحصل في أمريكا فهنا أعتقد أنه هنريدش مثلا من عشر اتنشر